أستاذ نسيادتك هستعرض تخطيط وتطوير إنشاء المحاور والطرق بلطاق محافظة الجيزة ويمكن أفندم الموضوع ده طبعا إحنا أعرضنا على سيادتك وهستاذ نسيادتك أن نعرضه كمان عشان الشعب كله يشوف الترتيبات والخطة اللي بتتعامل عشان نقدر ننفذ المهمة المطلوبة إحنا سيادتك محافظة الجيزة بتكون إدارية من عشرة مركز ومدينة زائد عشرة حي داخل المحافظة إحنا في الأول خدنا الأماكن المزدحمة فيها كسافات مررية عالية جدا زي مدينة الجيزة منطقة كرداسة وسيم أبو النمرس البدرشين بالإضافة لمدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر لتأثيرها على الحركة المررية وكسافات المررية على المحافظة كمان يا فندم أثناء المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة إحنا دخلنا مركزين بنتطور الطرق الداخلية بتاعتهم اللي هو مركز أطفيح ومركز الصف هستعر فندم شكل الطرق والمحاول اللي كانت موجودة في المحافظة قبل التطوير إحنا كان فندم في البداية ابتدينا ندرس الطرق اللي موجودة في المحافظة ولقينا فندم المحافظة فيها خمس طرق عرضية بالإضافة لاثنين طريق رئيسي في اتجاه من الجنوب للشمال الطرق الرئاسية فندم أو اللي موجودة بتنقل الحركة المرورية داخل المحافظة طريق الدائري وده فيه القوس الجنوبي والقوس الشمالي بالإضافة إلى شرح فيصل وشرح الهرم وكمان فندم محور 26 يولي الطرق العرضية أو الطولية طريق المريوتية ارجع طريق المريوتية وطريق المنصورية وكمان فندم الطريق اللي هو بتاع البحر الأعظم وده الطرق اللي كانت موجودة بتنقل الحركة المرورية للتكتلات الكبيرة من السكان اللي موجودة بالإضافة لللي جاي من بره من المحاول الرئاسية بتاعة الخطة القومية للطرق اللي هو طريق القاهرة السكندرية وطريق الفيوم وكمان طريق القاهرة أسوان الزراعي أنا عايز بس أفندم في النقطة دي أنوه إن إحنا محافظة جيزة عدد السكان فيها في حدود المعلن يعني طبقا للأعداد الرسمية 9.5 مليون نسمة منهم فندم في الجزء اللي قدام سيادتك ده المدينة نفسها بتاعة الجيزة فيها حوالي 5.5 مليون نسمة بالإضافة إلى المراكز اللي موجودة عندنا دي وصلنا هنا لما حسبناها طبقا للأعداد الرسمية وصلت ل7.5 مليون نسمة طبعا الرقعة صغيرة على الحجم الكبير ده ولكن إحنا عندنا يعني كسافات عالية جدا من السكان تخطط المعدلات الدولية في أعداد السكان وأذكر على سبيل مثال فندم مثلا المنطقة بتاع بولاء الدكرور فيها مليون نسمة ده اللي معلن ولكن الحقيقي لو عملنا حصر الأعداد مستقبلا الأعداد تفوق كده بكتير المنطقة بتاع كرداسة 200 ألف نسمة المنطقة بتاع طب النمر 400 ألف نسمة الصفت اللبن 150 ألف نسمة البراجيل 100 ألف نسمة لما نحسب فندم الكسافات السكانية دي على مساحة الأرض هنلاقي نفسنا الفدان الواحد فيه من 200 ل 280 ألف 280 فرد وده فندم نسبة عالية جدا وده بداية الدراسة اللي عملناها عشان نقدر نقول هنعمل ليه في المنطقة دي بالكامل احنا فندم خدنا طرق موجودة عندنا رفعنا كفاءتنا وزودنا العروض بتاعتها وطرق جديدة أنشأناها اللي بعد الطريق الأول لاني فندم اللي هو محور 26 يوليو الأساسي ده الطريق ده كان 4 حرات و4 حرات ده متحمل أعباء مرورية عالية جدا بدليل اللي كان بييجي من اكتوبر والشيخ زايد كان بيعود له ساعات على بال ما يوصل للقاهرة كان 4 حرات و4 حرات احنا النهاردة دلوقت شغالين فيه بالفعل وان شاء الله رب العالمين فيه اتجاه هيبقى فيه 8 حرات واتجاه فيه 6 حرات عشان نشيل العب المروري اللي موجود